احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدسة البابا ومع عدد كبير يصلت أعتقد كان مية من الأباء الأحبار الأجلاء المطارنة والأسقفة أعضاء المجمع المقدس بأداس في دير القديس العظيم الأنبى بشوي الاحتفال بالعيد الاثناشر لتجليس قدسة البابا توضروس التاني والحقيقة أنا بشوف أن هي كان أنا شفت الفيديوهات وكده مظاهرة حب لقدسة البابا وأباء الكنيسة الحلوين الغليين الأباء المطارنة والأباء الأسقفة كلهم ملفوفين حوالين قدسة البابا وهي دي روح الكنيسة وهي دي كنستنا القبطية الأرثوذكسية اللي احنا نعرفها واللي احنا بنحبها واللي احنا وأجيال أجداد أجداد أجدادنا تربوا على نفس هذه الروح أن في بابا الكنيسة وفي أعضاء المجمع المقدس هما النور اللي بينور لكل الشعب في الكنيسة فكان احتفال الحي أنا بشوفه احتفال كنسي جميل جدا ربنا يديم قدسة البابا ويدي له العمر والصحة والعمر المديد قدسة البابا كان ليه تصرحات إزاعية بشبكة إزاعات FM وقال قدسة البابا فيها أني قدسة البابا بضبطك اتكلم عن ضبط منظومة الحقوق في عهد الرئيس السيسي واللي كان من نتائجه صدور قانون بناء الكنيس تكلم قدسة البابا عن فكرة الحقوق اللي توطنت في مصر وبقت موجودة ومنها صدور قانون بناء الكنيس واللي ما كانش مفاعل قبل كده وكان فيه أمور كتيرة جدا بتعوق هذا القانون لكن النهاردة منشوف كل مدينة جديدة كل كنباوند كبير تابع للدولة منشوف جوا كنيسة وده الحقيقة أمر ما كانش موجود قبل كده كمان فكرة وجود الكنائس يبقالها ورق رسمي وتكون متسجلة ويكون ليها وثيقة رسمية من الدولة ما كانش موجود برضو قبل كده فدي حاجة من الحاجات الجميلة كمان اتكلم قدسة البابا عن الشخصيات الملهمة اتكلم قدسة البابا عن يافت الأنبى بخوميس طبعا يافت الأنبى بخوميس يمكن وإحنا بنتكلم عن تجليس قدسة البابا طبعا كان دوره مهم وكان منور وكان يعني حاجة جميلة جدا جدا نفتخر بيها في الكنيسة ان احنا شفنا الأنبى بخوميس وهو بيقود الكنيسة لمدة شهور قليلة شفنا فيه الأب والراعي وحاجات كتيرة جدا كمان اتكلم قدسة البابا عن شخصية دكتور مجدي عقوب وتكلم قدسة البابا كمان عن شخصية اللاعب محمد صلاح كلها شخصيات ملهمة وكلها شخصيات ينفع ان هي يقتضي بيها الناس ويكون لها دور ان الناس عايزة ولادها يبقوا ناجحين بهذا الشكل كل سنة وقدستك طيب وبألف خير